من أخبار الأهلي والزمالك نروح لأخبار الأندية الأخرى والبداية مع نادي المصري حيث يواصل الفريق تدريباته تحت خيادة الفنية الكابتن علي ماهر بمعسكر مقام حالياً في القاهرة استعداداً لمواجهة نادي الزمالك في الجورة 26 من دوري نايل ليكون الساعة 7 يوم الاثنين 17 يونيو الجاري باستاب برج العرب أتم الجهاز الإداري للفريق الاتفاق مع مسؤولي فريق المصر الليبي على إقامة مباراة والدية تجمع بين الفرقتين ذلك في ساعة 4 العصر يوم الاثنين باستادة كلها الحربية في القاهرة عشان يستعدوا يكون في احتكاق قوي مع فريق جيد أدى غياب بعض اللاعبين من نادي إيه؟ من نادي الاتحاد لإلغاء التدريب الصباحي بعد قرار كابتن طارق العشري مدير الفني للفريق بقامة التدريبات على فترتين خلال الفترات السابقة ولكن عايزة أستعد بلقاء الأهلي اللي يكون موجود يوم الثلاثة مامتاشر يونيو الجاري في الجولة الستة وعشرين ولكن قرار الإلغاء بتاع التدريب جاء بعد غياب بعض اللاعب المؤثرين فيه لعيبة موجودين مع منتخباتهم على شام فتر التواقف الدولي وفيه لعيبة جالها إصابات يعني عندك مثلا الأنجولي مابولولو بيغيب لمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أفرخيا وإهلال كأس العالم براضافة إلى المهدي سليمان مع منتخب مصر طبعا عندنا منتخب النيجر المدافع لحبيب حسن كمان يغيب مصطفى إبراهيم اللي خضع العملية الجراحية يرجع بألف سلامة كما اشتكى أكتر من لاعب من إصابات مختلفة أبرزهم شام صلاح وأبو سليمة وشبانة عمر الوحش وناصر ناصر هاني الطامي وخالد الغندور فكابتن طارق شاف أن من الأفضل لغاء التدريب الصباحي علشان فيه لعبة كتير مش هتكون موجودة خلينا نروح من نادي الاتحاد للنادي الإسماعيلي بدأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ناصر أبو الحسن التفاوب مع الجهاز الفني بالفريق بقادة كابتن إيهاب جلال من أجل تمديد تعاقده مع الفريق لموسم واحد إضافي من المعروف أن مدة تعاقد الجهاز الفني الحالي النادي الإسماعيلي بقادة كابتن إيهاب جلال سوف تنتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري حيث تعاقد الدرويش معه لمدة موسم واحد فقط وذلك الرغبة النادي في الحفاظ على استقرار الفريق خلال الفترات المقبلة كابتن إيهاب عامل شغله كويس جدا مع الإسماعيلي بيأدوا كورة وبيظهروا بشكل قوي جدا يمكن النتائج مش مشية بالحالة المحتاجها الجماهير ولكن كابتن إيهاب عامل اللي عليه مع الفريق والإسماعيلي بدأوا واحدة واحدة يظهر بالشكل المتعارف عليه اختتم فريق مودرني فيوتشر تحت قيادة كابتن طلعة يوسف المدير فني محضرم معسكره لزيق قيمة مدينة الإسماعيلية واللي انطلق يوم الثلاث اللي فات استعدادا لاستقناف المباريات بعد انتهاء توقف الدوري أنا الفريق معسكره بالفوز في مباراة ودية جمعت مع فريق الدخلية بهدفين مقابل هدف ضمن الاستعداد لاستقناف مباريات بطولة الدوري ممتاز دوري نايل ويستعد مودرني فيوتشر لمواجهة الجونة في اللقاء اللي هيجمع بين الفرقتين يوم الخميس 13 يونيو أجاري بمنافسات الدوري اللقاء هيكون مسهلة بدون بيستعد الفرقتين لللقاء كابتن طلعت ماشي مع الفريق بشكل جاي جدا كان الفريق مش ماشي بأفضل حالاته تعصرات موجودة جي بدأ يشتغل مع اللعيبة وبدأ يظهروا بشكل جيد وأيضا نتائج جيدة دلوقتي اسمحوا لي نطلع لفوصل سريع ونرجعنا نستكمل أخبارنا استنونا